السلام عليكم معكم ممونور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة هنعمل حلويات بردة وهي مصر برتقان هنعملها بطريقة سهلة جدا طعمها حلو قوي جربوها هتعجبكم الطريقة سهلة جدا وكمان سريعة تنفع للضيوف وتنفع كمان لأعياد الميلاد والأطفال بيحبوها جدا جدا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو اول حاجة هنحتاج كسرولة هنحط فيها كوباية من عصير البرتقان ونضيف على عصير البرتقان معلقة صغيرة نشا المعلقة صغيرة بس مليانة هنقلب النشا في عصير البرتقان كويس جدا بعد كده نشغل النار والنار تكون متوسطة ونفضل نقلب في الخليط ده لحد ما القوام يتقل ويكون شبه المهلبية اهم حاجة تقليب المستمر عشان ما يكالكعش اول ما القوام يتقل ويكون معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده نضف النار على طول بعد كده معانا برتقانتين هنقطعهم ونشيل القشر ونقطعهم لقطع صغيرة الكمية دي تكفي لاربع كوبات عشان كده معانا برتقانتين بنقطعهم نصهم للتزين ونصهم بنقلبوا مع الموس نفسه بعد ما نقطع البرتقانتين كلهم هنشيل القشر ولو في بزر جوه البرتقان هنشيله ولو الكتعة كبيرة هنقطعها نصين او تلات كتعة كده خلاص قطعنا البرتقان احنا عايزينه قطع صغيرة بالشكل ده وهنحتاج كمان لكريمة ده 8 كيلو كريمة الكريمة دي انا مش شريها انا عاملاها في البيت هتلاقوا الطريقة في الوصف تحت الفيديو الكريمة دي معمولة بالليمون بدون جيلاتين بدون نشا بدون حليب وبدون زبدة والطريقة مزبوطة وقوامها تقيل جدا هتعجبكم قوي ولو هتشتروا الكريمة من بره يبقتوا من كيلو كريمة عليهم كباية مية متلجة عليهم اربع معالق سكر اضربوهم بمضرب البيت هتديكم برضو نفس الكمية بس نصيحة مني اعملوا الكريمة في البيت بالطريقة دي انا جربت كل الكريمات الجهزة مفيش ولا نوع اتقل من الكريمة اللي انا عملتها في البيت هشيل حوالي معلقة كبيرة من الكريمة ودي هحتاجها للتزيين على الوش وباقي الكريمة هضيف عليها العصير البرتقان اللي ربطته بالنشا هضيفه هو هدفي شوية بعد كده هخلطه بمضرب البيت ممكن اخلطه بمضرب البيت واسيبه كده ولو عايز اللون يكون اصفر دي اده احط عليه نقطتين من الوان الطعام انا عندي لون طعام اصفر وده لون طبيعي يعني مش صناعي ومش مضر خالص وكمان بطعم البرتقان وطبعا اما بنضيف لون الطعام او طعم البرتقان الطعم بيكون اقوى يعني طعم البرتقان بيكون ظاهر اكتر وكمان اللون بيكون ظاهر اكتر بعد كده هضيفه على الكريمة نص كمية البرتقان اللي قطعتها وهقلبهم في الكريمة بعد كده اصبهم في الكبات وزي ما قلتلكم الكمية دي تكفي لاربع كبات لو عايزين تضعفوا الكمية ضعفوها بعد كده هنحط معلقتين من الكريمة اللي شنها في الاول على وش الكبايات من فوق كل كباية بتاخد حوالي معلقتين صغيرين ونفردها عليها بالطريقة دي بعد كده نزينها من فوق بقطع البرتقان الباقية شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو قوي أتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو بالهنة والشفة مقدما والسلام عليكم